مع الدولي وتعبرون عن ضبيره كفانا إعراضا وتجاهلا لما يحدث في سوريا قبل عامين ألقى السفير السعودي السابق لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلم خطابه الشهير في الجمعية العامة بعنوان لا تصدقهم مستهدفا رواية النظام السوري وزعيمه الذي يقف فوق هرم من جمائج من الأبرياء ولعدة سنوات كان الأسد بنظر الكثير من الدول العربية وسياسيها قاتلا لابد أن ينال جزاءه على قتله وتشريده ملايين السوريين تغيرت تلك الصورة وانقلبت 180 درجة وتم الترحيب ببشار الأسد في قمة جدة تحت وصف جديد ألا وهو فخامة الرئيس السوري وعلى أنه يمثل سوريا كاملة خلافا لحقيقة تشضيها عدة قطع متنوعة النفوذ بينما يعاني مواطنوها في الداخل والخارج من تبعات سياسية أمنية وجرائم حرب ضد الإنسانية على مدى السنوات الماضية انخرطت كثير من الدول العربية في الملف السوري على المستوى السياسي بدعمها أطراف المعارضة وعسكريا بالدعم الذي قدمته لفصائل مسلحة على الأرض وحتى أنها أكدت على مطلب رحيل الأسد عاجلا وآجلا كثيرا المشهد الذي يحاول النظام تصويره أن مشاركة الأسد تشكل انتصارا لسوريا بعد سنوات من الحرب ضد الإرهاب فيما يرى مؤيدوه الذين كانوا يسيئون للقادة العرب أن مشاركة الأسد في القمة بمثابة نهاية المؤامرة الكونية حسب وصفهم وبينما يخفت ذكر جرائم الحرب ضد الإنسانية المرتبطة بالأسد على لسان المسؤولين العرب فهم يواصلون التأكيد على أن إعادة سوريا للجامعة وأن حضور الأسد للقمة يستهدف حلا سياسيا للأزمة في البلاد الحقيقة التي يتجاهلها القادة العرب بأن بشار الأسد لم يعد يملك شيئا ليقدمه وليس جزءا من المعادلة الإقليمية بقدر ما هو بيدق بيد الإيرانيين والروس يحاولون استثماره قبل انتهاء صلاحيته المحتومة ترجمة نانسي قنقر